مرحبا بكم أصدقائي في قناة أمال الرياضيات إذن مع درس جديد الدرس التالي من كتاب جديد في الرياضيات الدرس وقياس سعة تخزين الرقمي وقياس الأطوال والكتل والمساحات صفحة 18 إذن على بركة الله نبدأ إذن التمرير الأول يقول أعبر عن الأطوال التالية بالوحدات المشار إليها إذن لاحظونا لدينا 200 ألفان سنتيمتر سنحولها إلى الكيلومتر سبعة متر سنحولها إلى الكيلومتر إذن هنا بالطبع أصدقائي نتكلم عن وحدات قياس الأطوال إذن نذكر بجدول وحدات القياس إذن الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر لدينا وحدات أصغر منها لديسيمتر سنتيمتر مليمتر ووحدات أكبر منها للكيلومتر أكتومتر ديكامتر إذن نبدأ بالتحويل الأول ألفان سنتيمتر سنحولها إلى الكيلومتر إذن دائما أصدقائي نكتب الرقم الأول في رقم الوحدات في الوحدة إذن سفر هو الذي يمثل رقم الوحدات سنكتبه في سنتيمتر إذن سفر سنتيمتر ثم نتمم العدد ألفان سنتيمتر سنحولها إلى الكيلومتر إذن دائما ننتقل بالأصفار والفاصلة عن يمين الوحدة إذن العدد هو سفر فاصلة صفر ألفان أو نكتفي بكتابة فقط سفر فاصلة صفر اثنان إذن سفر فاصلة صفر اثنان إذن ننتقل إلى التحويل الثاني سبعة متر سنحولها إلى الكيلومتر إذن سبعة سنكتبها في خانة المتر إذن المطلوب أن نحولها أصدقائي إلى أيضا الكيلومتر إذن ننتقل بالأصفار والفاصلة عن يمين الكيلومتر والعدد هو السفر فاصلة صفر صفر سبعة إذن سفر فاصلة صفر صفر سبعة بالنسبة للتحويل الموالي لدينا تمانية كيلومتر فاصلة سبعة وعشرون إذن دائما نكتب رقم الوحدات إذن رقم الوحدات هنا هو تمانية سنكتبه في الكيلومتر إذن تمانية كيلومتر فاصلة سبعة وعشرون إذن لديكتابة الفاصلة سنحولها إلى سنتيمتر إذن ننتقل أصدقائي بالأصفار ثم الفاصلة عن يميني الوحدة وهنا الفاصلة في الأخير لا تعتبر إذن فالعدد هو تمانمائة وسبعة وعشرون ألفاً تمانمائة وسبعة وعشرون ألفاً بالنسبة للتحويل الثالي تمانية متر فاصلة سبعة إذن رقم الوحدات والتمانية سنكتبه في المتر تمانية فاصلة سبعة لا دائل كتابة الفاصلة إذن سنحولها إلى المليمتر إذن ننتقل بوضع الأصفار والفاصلة عن يميني الوحدة هنا الفاصلة في الأخير لا تعتبر إذن العدد هو تمانية آلاف وسبعمائة هنا لدينا صفر كيلومتر فاصلة صفر ستة إذن رقم الوحدة هو صفر سنكتبه في الكيلومتر فاصلة صفر ستة ثم نحول إلى المتر ننتقل بصفر واحد ثم الفاصلة عن يمين المتر والفاصلة في الأخير لا تعتبر إذن في العدد المحصل عليه هو صفر صفر ستون نكتب ستون إذن ساوي ستون مترا ننتقل أصدقائي إلى التمرين رقم اثنان أكتب الوحدة المناسبة إذن قياس طول قامة إبراهيم إذن واحد فاصلة خمسة وسبعون إذن دائما نقص الطول القامة بالمتر إذن واحد متر فاصلة خمسة وسبعون قياس طول نهر أم الرابي إذن هذه تقافة عامة فهو ستمائة كيلومتر إذن بالنسبة للسمك كتاب الرياضيات هنا يكون ثمانية ميليمتر إذا أخذت كتاب وقمت بقياس سمكي نجد ثمانية ميليمتر أيضا علو حجرة الدرس دائما علو الغرفة أو حجرة الدرس يكون بالمتر إذن ثلاثة ماتر ننتقل أصدقائي إلى التمرين رقم ثلاثة التمرين يقول أنقلوا وأكتبوا العدد المناسب أو وحدة القياس المناسبة إذا لاحظوا هنا لدينا ديسي ماتر مربع ولدينا هنا المتر مربع تحوير إلى المتر مربع إذن هذه الوحدات أصدقائية وحدات قياس المساحة نذكر بجدول القياس المساحات إذن لدينا الوحدة الأساسية هي المتر مربع لدينا وحدات أكبر منها تسمى بمضاعفات المتر مربع ألا وهي كيلو ماتر مربع اقتوماتر مربع ديكاماتر مربع ولدينا وحدات أصغر منها وتسمى بأجزاء المتر مربع وهي ديسي ماتر مربع سمتي ماتر مربع مليمتر مربع وكل خانة تجزأ إلى خانتين لدينا مربع يعني هناك خانة الوحدات وخانة العشرات كما أن هناك أصدقائي وحدات أخرى تسمى بوحدات زرائية وهي الاكتار الار سنتيار الوحدة الأساسية هي الار هناك مضاعف واحد الاكتار وجزء واحد والسنتيار الاكتار يمثل اقتوماتر مربع الار يمثل ديكاماتر مربع والسنتيار يمثل ماتر مربع إذن نقوم بالتحويل الأول إذن 23 ديسي ماتر مربع سنحولها إلى الماتر مربع 23 ديسي متر مربع إذا رقم الوحدة أصدقائي هو ديسي هو الثلاثة إذن سنكتب في خانة الوحدات 23 ديسي متر مربع سنحولها إلى المتر مربع إذا لاحظوا هنا سأضع صفر سأنتقل دائما بصفرين ثم الفاصلة عن يمين الوحدة لكن هنا انتبهوا لا نضع الفاصلة في الوسط بل نضعها عن يمين الوحدة إذن يساوي 0.23 إذن 0.23 إذن 17.9 متر مربع إذن رقم الوحدة هو 7 17.9 متر مربع إذن 7 تمثل وحدات 1 يمثل عشرات فاصلة 9 إذن لا دعي لكتابة الفاصلة المطلوب أن نحول إلى الكيلومتر مربع إذن هنا أصدقائي ننتقل دائما بالأصفر سفر الأول سفر الثاني ثم نتمم إلى أن نصل إلى الكيلومتر مربع ولا ننسى أصدقائي وضع الفاصلة ليس في الوسط بل عن يمين الوحدة إذن تعطينا السفر فاصلة سفر 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 مئة وتسعة وسبعون إذن سفر فاصلة سفر 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 مئة وتسعة وسبعون بالنسبة للحالة الثالثة انظروا هنا لدينا خمسة سنتيمتر مربع فاصلة واحد وعشرون إذن تساوي سفر فاصلة سفر خمسمائة واحد وعشرون إذن هنا المطلوب أن نجد الوحدة إذن أولا سنكتب هذا العدد في سنتيمتر مربع إذن خمسة سنتيمتر مربع خمسة تمثل وحدات سنتيمتر مربع إذن سنكتبه في وحدات سنتيمتر مربع إذن لاحظونا سنتيمتر مربع تمثل وحدات سنتيمتر مربع فاصلة واحد وعشرون لدى إلي كتابة الفاصلة ثم سنحاول أن نقوم بإتمام هذا العدد نضع سفر فاصلة ثم سفر الآن سيمكننا أن نجد الوحدة لاحظونا أصدقائي دا رقم الوحدات يوجد في الديسيمتر مربع وأيضا الفاصلة توجد عن يمين الديسيمتر مربع إذن فالوحدة المطلوبة هنا هي الديسيمتر مربع بالنسبة للتحويل الموالي خمسة سنتيمتر مربع فاصلة تسعة وسبعون إذن خمسة تمثل سنكتبه في خانة وحدات سنتيمتر مربع إذن خمسة فاصلة لدى إلي كتابة الفاصلة تسعة وسبعون سنتيمتر مربع سنحولها إلى المتر مربع إذن دائما ننتقل بوضع الأصفار إلى أن نصل إلى ماتر مربع نضع الفاصلة ليس في الواسط بل عن يمين المتر مربع إذن تعطينا صفر فاصلة صفر 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 خمسمائة وتسعة وسبعون إذن صفر فاصلة صفر 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 خمسمائة وتسعة وسبعون إذن بالنسبة لنا لدينا خمسة وعشرون ديسيمتر مربع فإذا رقم الوحدات خمسة سنكتبه في الديسيمتر مربع إذن خمسة وعشرون ديسيمتر مربع إذن نحاول أن نسمم العدد نضيف أربعة أصفار للحصول على هذا العدد صفر الأول صفر الثاني صفر الثالث ثم الصفر الرابع نلاحظ رقم الوحدات أين يوجد؟ لاحظوا رقم الوحدات يوجد في المينيمتر مربع إذن فالوحدة هنا هي مينيمتر مربع بالنسبة للآخر التحويل لدينا تسعة مرتر مربع فصل إلى سبعة إذن تسعة تمثل مرتر مربع إذن سنكتبه في الوحدات المتر مربع فصل إلى سبعة نضيف ثلاثة أصفار لإتمام هذا العدد نضيف ثلاثة أصفار إذن ونرى آخر رقم أين يوجد؟ رقم الوحدات يوجد سنتيمتر مربع إذن الوحدة هي سنتيمتر مربع نمر أصدقائي إلى التمرين رقم ستة أعبر عن قياس الكتل التالية بالقرام إذن هنا الأمر يتعلق بوحدات قياس الكتل نذكر بهذه الوحدات إذن لدينا الوحدة الأساسية هي القرام هناك مضاعفات القرام هي كيلو جرام إكتو جرام ديكا جرام وهناك وحدات أكبر من القرام تسمى بمضاعفات كيلو جرام طن قنطار عشرات لكيلو جرام ثم لدينا وحدات أصغر من القرام تسمى بأجزاء القرام ديسي جرام سنتي جرام ميلي جرام إذن بالنسبة للتحويل الأول إذا لدينا أربعمائة كيلو جرام إذن سنحولها إلى القرام إذن نكتب دائما أصدقائي رقم الوحدات في الوحدة في الكيلو جرام إذن صافر صافر أربعة ثم نحول أن نطلب منه أن نحول الجميع هنا إلى القرام إذن سأحول إلى القرام سأنتقل بالأصفار إلى أن أصل إلى القرام والجواب هو أربعمائة ألف قرام أربعمائة ألف قرام الآن لدينا تمانية كيلو جرام إذن سأكتب تمانية في خانة الكيلو جرام وسأضيف الأصفار لأصل إلى القرام إذن تعطينا تمانية آلاف قرام بالنسبة لهنا لدينا إثنان كيلو جرام فاصلة السبعة إذن إثنان سأكتبها في خانة الكيلو جرام إثنان فاصلة السبعة ثم أحول إلى القرام إذن سأضيف صفرين تعطينا ألفان وسبعمائة قرام بالنسبة للتحويل الموالي لدينا سبعة عشر ألف ميلي جرام إذن رقم الوحدة والسفر سنكتبه في الميلي جرام سفر 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 سبعة واحد ثم نحول إلى القرام إذن قلنا ننتقل هنا بالأصفار إذن لاحظون الخانة مملوئة إذن نكتفي بالوضع الفاصلة عن يميني القرام إذن تعطينا سبعة عشر قرام بالنسبة للتحويل الأخير ثلاثة طن إذن لاحظون ثلاثة سأكتبها في خانة الطن ثم سأنتقل بالأصفار إلى أن أصل إلى القرام إذن تعطينا ثلاثة ملايين طن إذن ثلاثة ملايين قرام بالنسبة للسؤال الثاني أحول إلى الكيلوغرام إذن الآن سنحول إلى الكيلوغرام إذن لدينا تمانية آلاف قرام إذا الرقم الوحدة هو الصفر إذن سنكتبه هنا في القرام تمانية آلاف قرام إذن دائما خلال التحويل الثاني المطلوب أن نحول إلى الكيلوغرام إذن لكي نحول إلى الكيلوغرام هنا نكتفي بوضع الفاصلة عن يمين كيلوغرام تعطينا تمانية كيلوغرام بالنسبة للتحويل الموالي لدينا خمسة طون إذن سأكتب خمسة في خانة الطون و300 كيلوغرام إذن رقم الوحدة هنا هو صفر 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 ثلاثة إذن ونحول إلى الكيلوغرام إذن لاحظوا فرقم الوحدة يوجد في الكيلوغرام إذن في الحدد هنا محول خمسة آلاف وتلاتمائة كيلوغرام إثنان فاصلة تلاتة طون إذن رقم الوحدة هنا هو إثنان إذن سأكتب في خانة طون فاصلة ثلاثة ثم أنتقلوا بالأصفار إذن العدد هو 2300 نمر أصدقائي إلى التمرين رقم سبعة لكن تمرين رقم السبعة ويتعلق بوحدات قياس سعة التخزين الرقمي قبل أن نجزة هذا التمرين لا بد لنا أن نتعرف على مفهوم سعة التخزين الرقمي فمثلا أصدقائي إذا طرحت عليكم سؤال ما هي الوسيلة المعتمدة للتواصل الآن فيما بيننا؟ بالطبع ستجيبون الهاتف أو البعض يستعملوا جهاز الحاسوب إذن ما هي نوع المعلومات التي تتوصلون بها؟ إذن تتوصلون بفيديو هذا الفيديو بما أنني أنا كمدرسة الرياضيس يضم أرقام، يضم حروف، يضم نصوص كتابية إذا توصلتم بها سأطرح السؤال آخر هل يحتفظ بها في جهاز الحاسوب؟ أم تمحى تلقائيا؟ بالطبع ستجيبون تحتفظ أو تخزن في داكرة الجهاز لكن الجهاز أصدقائي يقوم بتحويل كل هذه المعلومات التي قام بتخزينها إلى أرقام إذن لهذا سميت بداكرة التخزين الرقمي أو مسميها بسعة التخزين الرقمي أصدقائي على وحدات قياس سعة التخزين الرقمي فمثلا الحرف M الجهاز الحاسوب يقوم بتخزيني على شكل أرقام لاحظون لدينا 8 أرقام لكن ملاحظة هم أصدقائي بأن الجهاز لا يعرف سوى الرقم الصفر وواحد لهذا نجد فقط هنا صفر أو واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد وكل رقم يمثل بات إذن واحد بات، اثنان بات، ثلاث بات، أربعة بات، خمسة بات، ستة بات، سبعة بات، تمانية بات تمانية بات تساوي واحد أوكتي أو نقول واحد بايت باللغة الإنجليزية إذن فواحد أوكتي تمثل تمانية بات، يعني كل حرف يمثل بواحد أوكتي هناك وحدات أخرى من الأكتي سنتعرف عليها الآن إذن فقلنا أصغر هذه الوحدات هي أوكتي ثم هناك واحدة أخرى تسمى بكيلو أوكتي ويتمثل ألف أوكتي وهناك ميجا أوكتي ثم جيجا أوكتي ثم تغا أوكتي إذن كل واحدة تجزئ إلى ثلاث خانات خانات الوحدات العشرات المائات الآن أرغمنا الأصدقائي إلى تمرير رقم تسعة إذن كما قلت لكم عندنا تغا أوكتي جيجا أوكتي ميجا أوكتي كيلو أوكتي إذن لدينا خمسة وعشرون كيلو أوكتي إذا لاحظونا خمسة تمثل وحدات كتبت في وحدات الكيلو أوكتي إذن تمثل أشارات لتحويل إلى الأكتي نضيف ثلاثة أصفار هنا لدينا إثناء أشارة كيلو أوكتي إذن إثناء تمثل اذا هناك خطأ لاحظوا هنا اتنين اثنى عشارة كيلو اكتر وليس اثنى عشارة جيجا اكتر اذا ساقوم بكتابة سيائة هنا اذا اثنى عشارة كيلو اكتر اذا لاحظوا كيلو اكتر اذا اثنى عشارة كيلو اكتر باش نحولوا هال اكتر اذا نضيف فقط ستلاتة السار إذن تعطينا 12 ألف أوكتي 12 ألف يعني ميلي 12 ميلي أوكتي إذن لاحظوا هنا لدينا 75 تغا أوكتي إذن 5 تمثل وحدات إذن سأكتبها في وحدات تغا أوكتي و 7 تمثل عشرات إذن نحول إلى الميجا أوكتي إذن نضيف 3 أصفار هنا نحن الآن في خانة جيجا أوكتي ثم نضيف 3 أصفار أخرى إذن تعطينا 75 مليون ميجا أوكتي إذن 75 مليون ميجا أوكتي هنا لدينا 138 جيجا أوكتي إذن 138 سنكتب في خانة الوحدات 13 مليون ميجا أوكتي ثم نحولها إلى الكيلو أوكتي نضيف 3 أصفار ثم 3 أصفار أخرى لكي نصل إلى الكيلو أوكتي تعطينا 138 مليون هنا لدينا 9.5 جيجا أوكتي إذن رقم الفاصلة تضع عن يمين ونلاحظوا هنا رقم الوحدات تكتب في خانة الوحدات 5 ثم نحول إلى جيجا أوكتي إذن نضيف فقط صفرين إذن تعطينا 9500 ثم هنا 0.001 جيجا أوكتي إذن رقم الوحدات 0 فاصلة 001 نحولها إلى الأكتي إذن نضيف 6 أصفار إذن دائما نصل إلى وحدات الوحدة المطلوبة إلى الأكتي إذن تعطينا لاحظوا هنا تعطينا إذن تعطينا مليون أوكتي بهذا أصدقائي نكون قد أنينا حصة اليوم إلى اللقاء على أمل اللقاء بكم جددا في حصة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر